إذن من السعودية سننتقل للأجواء العالمية ومعنا هنا في الستوديو السيد رائد الخطي الرئيس قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة أمانا كابيتل للحديث ربما في ما يخم العالم ويخص العالم دعنا نبدأ بقمة العشرين إلى أي مدى يعول على هذه القمة ربما في مناقشة لا أقول حل حلة بعض الموضوعات العالقة ولكن على أقل تقدير التفاكر في الأحوال الاقتصادية في العالم طبعا لا شك هذا الاجتماع منتظر منه أن يكون إلى حد ما داعم لنمو الاقتصادي العالمي لأنه فعلا كان في مرحلة تحضغت شديد على أغلب الاقتصادات في العالم وهناك أزمات اقتصادية واضحة ظروف اقتصادية صعبة على بعض أكبر الاقتصادات في العالم يمر فيها ولها أثر على كل الاقتصادات الأخرى إضافة إلى قرارات السياسات النقدية التي بدأت تشهد نوع من التضارب أو التباعد ووجود هذه الهوى إلى درجة كبيرة أعتقد سوف تكون موضع نقاش داخل مجموعة العشرين لكن أبرز ما تتمخذ عن هذا الاجتماع حتى الآن هو الاتفاق الروسي السعودي بشأن النفط ودعم أسواق النفط إلى درجة كبيرة هذا أعطى نوع من التفاؤل في الأسواق العالمية كان عن ارتفاعات بمؤشرات الأسهم إجمالة أيضا في أعمال القمة تم التطرق إلى خطة التحول الاقتصادي في الصين وإلى أي مدى تستطيع الصين بالفعل اليوم أن تنتقل الاقتصاد تصديري بحث إلى اقتصاد استهلاكي وكان فيه هناك مشاورات الحديث أكثر عن اعتماد سياسات نقدية في آسيا تحديدا تستطيع أن تمتص الديمغرافية الجديدة أو ما يسمى بالأيجينج بوبيليشن يعني يبدو أنه في عندك قاعدة من المستهلكين أعمارهم غير شابة أو متقدمين في العمر إلى أي مدى ستستمر السياسات النقدية التحفيزية في طريق دائما في صد عليه يعني ما في طلب تحفيزي من الداخل عليه هذا الموضوع في الصين تحديدا يواجه إشكالية كبيرة ونحن نتذكر في بداية العام ومع نهاية العام الماضي كان هناك الحديث كبير جدا حول الطلب الداخلي الصيني وبنتيجة السياسات التحفيزية كان من المطلوب أن تكون أكبر من ذلك رغم أن السياسات توجهت في بدايتها إلى التحفيز الداخلي لكن لا نرى ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب من الاقتصاد الصيني تحديدا وبالتالي ذلك ممكن يوضع أن الاقتصاد الصيني تحت ضغط أكبر بشأن اتخاذ إجراءات تحفيزية أكبر في الفترة القادمة أعتقد الاقتصاد الصيني يواجه حتى الآن هذه الأزمة ومن المتوقع أن يكون فيه عندنا مزيد من الإجراءات التحفيزية بالآونة الأخيرة آخر القراءات التي صدرت عنها من الصين كانت قراءات البي ام اي والتي تشير إلى قراءة تضخم متراجع وإلى قراءات إلى حد ما ليست كانت ضمن التوقعات بالتالي هذا ضغط إضافي على الاقتصاد الصيني أن يتجه إلى مزيد من التحفيز دعنا إذن ننتقل إلى الأسواق العالمية وأداء الأسواق العالمية وأنت تعلم أنه يؤثر بشكل أو بآخر في أداء أسواق المنطقة الآن ما هي شكل المحفزات التي من الممكن أن تدعم هذا الأداء خاصة إذا علمنا أن هناك ربما في اتفاق بين السعودية أو إنسجام أو تقارب أو تطابق في وجهة النظر ما بين السعودية وروسيا فيما يتعلق بالنفط إلى أي مدى من الممكن أن يعكس ذلك على الأداء أو أنت تعلم أن النفط أيضا ترمومتر مهم في أداء الأسواق لا شك إذا احتسبنا عوامل التضخم أسعار النفط في المستويات الحالية تعتبر بعيدة عن المستويات الطبيعية أو المستويات المقبولة من كل الأطراف خصوصا أنه هناك ضرر كبير نشأ في الأسواق بنتيجة تراجع أسواق النفط تحديدا بالتالي مثل هذا الاتفاق الدعم هو عبارة عن بذرة يجب البناء عليها بشكل أكبر والقوة أن يكون فيه عندنا اتفاق من أوبيك ومن خارج أوبيك حول هذا حول دعم أسواق النفط للارتفاع بشكل أكبر نحن نتحدث عن مستويات عادلة أكثر عند الخمسين وما فوق إلى حدود السبعين دولار للبرميل قد تكون مستويات مناسبة جدا لكن ذلك إذا ما كان متفق عليه بالإجمال سوف يكون هناك أي جهة تقف كمعرق لمثل هذا الاتفاق ستسبب ضغط كبير على أسواق النفط خصوصا أنه عم نواجه قوة في الدولار الأمريكي قد نواجهها في الفترة القادمة بالتالي ممكن تضغط على أسعار النفط أكثر أرجو أن تبقى معنا سيد رائد الخضر نعود بعد قليل المركزي الأسترالي يثبت أسعار الفائدة ويبدو أن التكهنات حيال رفع الفدرالي الأسعار الفائدة في سبتمبر ستكون بعيدة السياسات النقدية من جديد